ايه المصريين؟ ايه كل العلاقة اللي كانوا من مصريين بيعملوها ده كله؟ وهنجد بقى الفاتحة بيستخدموها في كل ده للمعاني اللي احنا قلناها طيب المصريين كانوا عايشين بايه؟ عايشين بحاجة دلوقتي قلت في قلوبنا شوي ايه هي؟ ان هم طول الوقت عندهم علاقة خاصة مع الله وبيحاولوا يبدعوا ويتفننوا في حب الله في معرفة صفاته وفي معرفة ما يحب الكلام ده قل شوي عندنا قال لي شوي عندنا ان احنا ماذا؟ ان احنا نتوسل الى الله بما يحب ونتوسل الى الله سبحانه وتعالى وان نقبل على الله بصفاته دلوقتي الناس بيقبلوا على الله بايه؟ بعملهم وعشان كده انا اسف يعني فيه ناس كتير بتزعل من ربنا بتزعل من ربنا ليه؟ ما انا صليت وصمت وبقيت كويس وغير ما اعملش حاجة هو انت يا رب مش قابل دعائي ليه؟ هو انت يا رب ما تحبنيش ليه؟ هو انت يا رب يعني مش هيدرك ان انت تعمل لي لنا عايزه؟ اه بس المصريين كانوا بيعملوا حاجات تانية ان هم يتوسلوا الى الله بما بصفاته يتوسلوا الى الله بجميل تجليه علينا بجميل معاملته لنا يتوسلوا الى الله بالاعتراف والسناء على الله بالنعم اللي اعطاله ولذلك لما كانوا بيقرأوا الفاتحة كان ايه اللي بيجي على قلب المصريين؟ يجي على قلبهم الرضا يعني بعد ما يقول دعاءه كده يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فيحصلوا رضا يحصلوا رضا فيوصل على الدعاء فيفهم معنى الدعاء اللي هو ايه معنى الدعاء؟ ان انا ما ستعطي لي افضل مما سألتك اياه طب ليه انت دعوتني؟ قال له دعوتك بس لانك انت بتحب الدعاء مش دعوتك لانك انت متعرفش حالي وما دعوتكش لان انا بضغط عليك حشاك يا مولاه انت كريم وانت عليم انت كريم فلا اضغط عليك لتعطيني وانت عليم فلا اعلمك بحالي علمك بحالي يغني عن سؤالي ولكن علمك بحالي لا يغنيني عن سؤالك لان سؤالك راحة فالمصرين عشان عارفين ان الدعاء ده راحة وألا بذكر الله تطمئن القلوب خلوا كمان الدعاء في قراءة الفاتحة وعشان كده نتعلم تاني ونرجع للجمال ده مرة تاني نرجع على إن إحنا لما بندعو ربنا إحنا معتقدين ومتيقنين أن ما سيعطيه الله لنا خير مما نسأله ويبقى ده يحصل إيه بقى نقرأ الفاتحة بعد الدعاء طب نعمل إيه عشان نفهم المعنى ده المعنى ده اللي هيخلينا نبطل نقترب من السخط ويزيد في قلوبنا الرضا ويزيد في قلوبنا الأقبال على الله سبحانه وتعالى أول حاجة نداوم على هذه السنة بس نداوم على هذه السنة اللي هي سنة إيه قراءة الفاتحة بعد الدعاء إيه اللي حاصل نواظب على هذه السنة كل محد يدعي يقرأ الفاتحة بعد إيه بعد الدعاء بس بذل وانكسار إلى الله سبحانه وتعالى وده يفتح لنا بقى الباب التاني يبقى أول إجراء نقرأ الفاتحة بعد ختام الدعاء بذل وانكسار والحاجة اللي بعد كده نعمل إيه؟ نقرأ شوية عندي العلماء المفسرين اللي تكلموا عن أسرار الفاتحة زي الإمام الرازي وغيره من الأئمة اللي تكلموا عن أسرار الفاتحة ونقرأ في أسرار الفاتحة عشان تتغلغ المعانيها في قلوبنا فلما نيجي نقرأها إيه اللي حاصل؟ تدلنا على الله وتملأ قلوبنا بحسن الظن بالله فلما نقرأ الفاتحة نحس إن بنغرأ في الأنوار وبتغسلنا الأنوار وبتتغلغ فينا الأنوار فنطلع من الدعاء بمجرد الدعاء عارفين كان في ناس لما يدعوا ربنا بمجرد الدعاء يرضو يحصل لهم الرضا أو الفاتحة جاية في ختام الدعاء عشان نرضى فلما يجينا الرزق ولما يجينا العطاء كل عطاء من الله نراه عطاء من الكبير فيبقى أكبر من همومنا أكبر من أحزننا وعشان كده تالت إجراء بقى يبقى أول إجراء قلنا نواظب على هذه السنة تاني إجراء نقرأ في أسرار الفاتحة عشان يغمرنا نورها طب عشان نأكد نور بقى الفاتحة ندعي بالدعاء ده اللي أنا بحب أسميه دعاء الغرق في أنوار الفاتحة هي الفاتحة لها أنوار طبعا الفاتحة لها أنوار تخلي الناس هي اللي خلت المسيين تعلقوا بالله سبحانه وتعالى وكانوا دايما يقرؤوها ويحسوا أن الفاتحة دي بتعملهم حال من الوصل أو الله اشتركوا في القناة